اشتركوا في القناة المشرفين على هذه المجلة لاختيارهم هذا الموضوع الحيوي الهام الذي يدور حول الاقتصاد الليبي جدل الهوية في واقع الأمر أنه منذ 2011 كل ما رأيناه في الملتقيات والأنشطة الثقافية والإعلام وكل ما دار في هذا البلد يدور حول أمور بعيدة عن الاقتصاد أو أقول بعيدة عن جوهر مشكلة الليبيين أو جوهر مشكلة هذا البلد النامي الحقيقة أنا من الناس الذين لا يؤمنون بجدوى الحديث عن السياسة وعن القيم وعن المجتمعات المدنية وعن كلها الأشياء التي أو الموضوعات التي نتداولها منذ عقد مضى بعيدا عن الاقتصاد الاقتصاد هو جوهر الحياة هذا رأي شخصي وربما يشاركنا فيه كثيرا وكل ما عرفته طيلة فترة دراستي وتجربتي في مجال التدريس والبحث هو أن الأنصر الاقتصادي هو الذي يسير كل شيء قيمنا عاداتنا أنظمتنا حتى الاجتماعية السياسية كلها كلها وراء الجانب الاقتصادي المهم والذي نحن نهمله بشكل فضيء في هذا البلد ولهذا أنا أشكر المشرفين على هذه المجلة لاختيارهم هذا الموضوع المهم وأعتقد أعتقد جازما أنه من الأفيدنا نحن الليبيين أن نعطي اهتماما للبعد الاقتصادي في حياتنا بدلا من صرافنا إلى أمور هي نفسها ستأتي تلقائيا بعد نجاحنا إذا حدث في الجانب الاقتصادي أو بعد معالجتنا لمشاكلنا الاقتصادية فللأسف احنا في كلية الاقتصاد خسرنا جيلا متمكنا جيلا كفوا درس في أعلى الجامعات الغربية في أمريكا بحد على وجه الخصوص الآن منهم من توفاه الله ومنهم من في حال التقاعد وقل نشاطه كثيرا ولم يعد من الممكن الاعتماد عليه اعتمادا وسيطا ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى ذلك الجيل خلق صفا جديرا بالاهتمام منهم هذين الاستدين الذين سيقوماني بتولي محاضرة هذا اليوم جيل ما رأيناه فيهم منذ كانوا طلابا في جامعاتنا في كليتنا يتميز بالجدية بروح الخلق والإبداع حقيقة أن لا أقولها مجاملة لناصر ولا لفتح هذا ما رأيته فيهما وبالتالي أنا أعتقد أن هذه المحاضرة ستكون محاضرة قيمة وستفيدنا كثيرا في فهم أعمق لوضعنا الاقتصادي في ديبجا الذي أكرر مرة ثانية يجب أن نتولى الاهتمام به اهتماما صحيحا وصادقا ونؤمن بأن بدونه سوف لننصر إلى شيء المحاضرة سيتولى أولا الدكتور ناصر بوخشيم تقديم ورقته حول الاقتصاد الليبي جدل الهوية وهي يعني رؤية أعتقد أنه قرأت هذه الرسالة وأعتقد أنها رسالة ورقة جديرة بالاهتمام وفيها جوانب في منتهى الدقة والتحليل الصحيح طبعا دائما الاختلافات في البهوث في الأعمال التي تقدم مثل العمل الذي تقدم ويتقدم به الدكتور عبد الناصر خشيم وهو على يتحال الآن بروفوسور في كلية الاقتصاد وهذا شيء يعني نعتز به كثيرا وجاء نتيجة اهتماماته البحثية سيتولى بعد ذلك الدكتور فتحي المجبري الذي زادت قدراته العلمية التي نعرف عنه منذ كان طالبا زادت بتوليه عدة مناصب هذه الدولة من مناصب علمية زي مركز رئاسة لمركز البحوث والاستشارات بجامعة منغازي ثم بعد ذلك تولى على الصعيد الرسمي وزارة التعليم ثم المجلس الرئاسي ففتحي الدكتور فتحي الآن له خبرة عملية جيدة تجعلنا ننتبه إلى ما سيطرحه السيد فتحي في تعقيبه على بحث الدكتور ناصر بسم الله الرحمن الرحيم طبعا نحن الكلام اللي سبق أن قال الدكتور عمر أتفق معه تماما يعني نحن قاعدين نتحدث في السياسة وهي البناء الفوقي في أي مجتمع من المجتمعات دون الاهتمام بالبناء التحتي للمجتمع البناء المادي للمجتمع اللي هو يتمثل في الاقتصاد نحن نتحدث عن ديمقراطية ونتحدث عن قاعدة دستورية ونتحدث عن انتخابات وعن حياة حزبية وعن إلى آخره ونحن لم تتشكل عندنا القواعد الموضوعية الأولى والسروط الموضوعية لقيام مثل هذه الحياة الديمقراطية لأننا نحن في المطاف الأخير نحن عبارة عن اقتصاد رائعي ودولة رائعية بالكامل تسيطر فيها الدولة على كل مفاصل الاقتصاد باقتصار نحن خلال 11 سنة يكاد يكون السجال محسوم لمصلحة اقتصاد السوق لدى الغالبية العظمى من المتواجدين على الساحة سواء من سياسيين سواء من مفكرين أو كتاب أو حتى اقتصاديين أو حتى أعضاء هيئة التدريس ويكاد يكون الحديث عن وجهة نظر أخرى أو وجهة نظر مقابلة بمثابة حالة شاذة ينظر إليها الآخرون ربما بنوع من حتى يصل إلى درجة التحكم الحديث الحقيقة عن هوية الاقتصاد الاقتصاد هذا حديث ذو شجون لأن الهوية في حذ ذاتها هي موضوع جدلي غير متفق عليه سواء كانت على مستوى هوية الدولة ككل أو كانت على مستوى الهوية الاقتصادية وهنا كما نقول دائما يتدخل فيه الذاتي مع الموضوع وبشيكون الإنسان موضوع يجب أن تعلن عن ذاتيتك منذ البداية وأن تعلن عن انحيازاتك السياسية والاقتصادية والاجتماعية والفكرية وما إلى ذلك لأنه لا يوجد حسم أو لا يوجد يعني كيف ما نقول قرارات نهائية حاسمة في مجال العلوم الإنسانية دائما تتطور وتتغير وتتبدل من فترة إلى أخرى في الخمسينيات والستينيات ربما كانت الموضة إضافة إلى فلسفة الوجودية كانت الاشتراكية يتبنى الشباب بالكامل حاليا نحن انقلبت الأمور رأسا على عقب أصبحت الليبرالية هي المتقدمة وأصبحت الاهتمامات بعيدا عن الفلسفة وبعيدا عن الفكر أصبحت متركزة لدى الغالبية العظمى في الدين وفي الفقه وفي الكلام اللي زي هذا قاعدين نشوفوا فيه فلذلك لابد من أن ننظر إليها بنوع من الموضوعية لما نتناقش في مثل هذه الأمور هوية الاقتصاد أيضا لا يمكن النظر إليها بمنظور اقتصادي بحت بمعنى أنها ترتبط بشكل أو بآخر فقط بزيادة الانتاج أو بتنويع هيكل الاقتصاد وما إلى ذلك لأن عملية التنمية في المحصلة الأخيرة لا يمكن أن تجدي ولا يمكن أن تكون ذات منفعة إذا لم تنتشر ويكون عندها أثر انتشاري على معظم أبناء الشعب أو على معظم المشاركين في العملية الإنتاجية نحن لما نقرأ الجوزيف ستيغليتس مثلا هذا الاقتصاد الأمريكي اللي حاصل على جائزة نوبل في الاقتصاد هذا يقول لك خلال الثلاثين سنة اللي فات سبعة وتسعين بالمئة من ثمار النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة مشاهل الطبقة طبقة العشرين بالمئة الأغنى في المجتمع وثلاثة في المئة بقيت الثمانين بالمئة نحن أمام مجتمع قاعدة تخلخل فيه مش غير المنظومة الاقتصادية قاعدة تخلخل فيه المنظومة الاجتماعية لدرجة بدأ يطالب العديد من المفكرين أن يتم تبني نظام اجتماعي جديد يقوم على شكل أكبر من أشكال العدالة الاجتماعية ويربطوا العدالة الاجتماعية بانخفاض معدلات الجريمة يربطوها حتى بتحسن الأوضاع الصحية يربطوها بالكثير من الأمور لذلك هوية الاقتصاد مش ممكن ننظر لها فقط بمنظور اقتصادي بحت ولكن لابد أن تكون الجوانب الاجتماعية والجوانب الاستياسية موجودة موقف فيما يتعلق بتوزيع الدخل والثروة الموقف إذا قضايا التحرر والاستقلال الاقتصادي الوطني نحن حاليا نسمعوا في الجماعة لهذا يجيك يقول لك جيب الاستثمار الأجنبي الاستثمار الأجنبي انت قاعد تتعمق في تبعية الاقتصاد اللي بفوق ما هو تابع ومش أي استثمار أجنبي أنا باستثمار أجنبي حقق لمنافع في الداخل لكن يجيني استثمار أجنبي لمجرد استنزاف الخيرات واستنزاف الفرص الاستثمارية اللي عندي هذا شيء غير منطقي وغير معقول هنا عندي ظروف موضوعية إذا كانت بنتحدث بمنظور اقتصادي عندي أولا من ظروف الموضوعية اللي هي طبيعة عناصر الانتاج داخل المجتمع الوفرة النسبية لعناصر الانتاج داخل المجتمع هل لدينا وفرة في رأس المال ولا وفرة في العمل درجة تقدم الاقتصاد لما نتحدث عن هوية الاقتصاد في الدنمارك أو في الولايات المتحدة مش كيف مما نتحدث عنها في ليبيا أو في تشاد ومنها ما يرتبط بعوامل معيارية حول شكل النظام الاقتصادي وأنماط الانتاج والتوزيع الكل يهتم بعملية الانتاج ولا يوجد اهتمام بالجانب المرتبط بالتوزيع الجانب المرتبط بالتوزيع هذا عنصر يعكس الايديولوجيا التي يتبنىها الاقتصاد ويتبنىها المجتمع يعكس السياسات التي يمكن ان تتفتق عنها ايضا وانتو قاعدين تشوفوا يوميا يكاد يكون يوميا سواء من اقتصاديين او من مسؤولين في الدولة او من مواطنين عاديين الجميع يطالب بإلغاء الدعم برفع الدعم دون اي التفات للفلسفة الاقتصادية والاجتماعية الموجودة وراء الدعم هنا في تبني لأفكار اخرى وانتو عارفين وانتو يقول لكم في رجال اعماري طالبوا بإلغاء الدعم هذا قاعد يعكس يب سياسات اقتصادية تعكس تعظيم المصالح بتاعه هو السياسات التي تتفتق عن الايدولوجيا التي يتبنىها المجتمع اما ستكون انعكاس لتفضيلات الجمهور هذا اذا كان المواطن فوق الدولة وفقا للنظرية الكلاسيكية في السياسة او انها انعكاس لمصالح النخب وجماعات الضغط الفاعل او هذا انعكاس لنظرية اللي هي سموها نظرية public choice او الاختيار العام منها عوامل ترتبط بمدى قوة او هشاشة الاقتصاد المروب بنائه من حيث طبيعة الانشطة التي يتوجه اليها الاستثمار واعتمادها كقاطرة النمو ومنها عوامل ترتبط باعتبارات المدى القصير والمدى الطويل للبدء والانتهاء ببناء وتطوير المؤسسات الاكثر قدرة وفاعلية خاصة كانت او عامة هذا شكل هذا هذه عناصر داخلية تحكم التفكير بهوية الاقتصاد في عوامل اخرى تربط الاقتصاد بالاجتماع بالسياسة المحلية بنظام الحكم بدرجة المركزية ايضا لما نحك نقول تنمية عادلة اجتماعيا ومتوازنة مكانيا ايضا لان في الكثير من الدول نجد مناطق بالكامل مهمشة تماما والتنمية قد لا تصل اليها وحتى بمجال العلاقات السياسية والاقتصادية الدولية ودرجة الانفتاح او بشكل ادق الاندماج المطلوبة والمفترضة في الاقتصاد العالمي ومدى وشكل التعامل مع مؤسسات هذا الاقتصاد او هذا العالم السيادية زي صندوق النقد وزي سنسمى والاخر البنك الدولي وما الى ذلك وهذه كلها كانت نتاج والدكتور فتحي والدكتور احمد دكاترا في الاقتصاد وعارفين كلام هذا هذه كانت نتاج لنظام بريتون وودز بعد الحرب العالمية الثانية بعد اعادة تشكيل العالم سياسيا واقتصاديا وفقا لتوازنات القوة والغريب ان هذا النظام مات سنة 1971 ولكن مؤسسات مزالت تعمل وبفاعلية بل انحرفت عن مجال عملها الاصلي السياسات الاقتصادية والاجتماعية تصاغ على اساس من الهوية والهوية تبنى على اساس من الرؤية والرؤية تنبثق من موقف سياسي واجتماعي وثقافي يحظى بالتوافق والقبول العام ويفضل ما دام الهدف تحقيق التنمية وتعزيز السلم الاهلي والتماسك المجتمعي ان توضع مصلحة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار عند صياغة هوية الاقتصاد لان هدف النشاط الاقتصادي في المحصلة الاخيرة يفترض ان يكون ولو نظريا على الاقل هو تعظيم رفاه المواطن بغض النظر عن طبيعة هذا النظام طبعا احنا الاقتصاد الليبي انا هذي مسميها انوام فرعي اسم دوامة الريع الاقتصاد الليبي شو نقوله يعني لا يمكنه الفكاك بعد ست عقود من اكتشاف النفط لم يستطع الفكاك من دوامة الريع او من اسر انتاج المواد الاول لا يزال منتج للنفط ولا يزال يعتمد على النفط بل اعتماد على النفط يتعمق والاقتصاد الليبي اقتصاد ريح حتى قبل النفط كان يعتمد على ايجار القواعد وكان يعتمد على المساعدات التي تتأتى من الدول الخارجية وربما في قدمتها بريطانيا والباكستان ومصر يعني ريعي ريعي دائما وتغيرت طبيعة الريع من ريع خارجي الى ريع محلي والغريب ان حتى الريع المحلي تحول الى ريع خارجي لانه يعتمد على الظروف الموضعية التي تحكم الاقتصاد العالمي على شروط العرض والطلب بالنسبة للنفط طبعا نحن قريب 95% هذه بيانات عارفينها الجميع من صادراتنا هي صادرات نفطية 95% او اكثر من الارادات في الميزانية العامة ارادات نفطية من 60% الى 70% من الدخل في عملية تكوين الدخل والناتج تعتمد على قطاع النفط اما بطريقة مباشرة او بطريقة غير مباشرة عن طريق تمويل القطاعات الاخرى الاقتصاد اللي بيتسم بخاصية الثنائية الاقتصادية اللي يوجد فيه قطاع متقدم بكثافة رأس مالية عالية الى جوار قطاعات متخلفة تماما اللي هي في الزراعة والصناعة والخدمات وما الى ذلك طبعا اسهم كل ذلك طبعا من بيش نخش فيه هنا قطاع النفط طبعا يرتبط بحلقات امامية وخلفية ضعيفة مع بقية القطاعات يعني حتى النمو في قطاع النفط لا يتحقف في قطاعات الاخرى الا من خلال عملية التمكين من خلال عملية التموين لان فراسي حاجة انا احكي عليها بالنسبة للتمكين هذا كله اسهم بخاصية اساسية في التأسيس والتمكين لقطاع خاص ضعيف وهمشي منخفض الانتاجية مهما قالوا حاطي للقطاع الخاص لا يمثل طبقة منتجة مبتكرة من الرواد من المنظمين لا فيهم طلعة حرب ولا فيهم هنري فورد اللي هما يسموا فيها الانتر برينور قادرة على تحسس تحسس فرص الاستثمار تتركز معظم استثماراته في قطاعات الاستيراد والعرقارات وملكية المساكن والتجارة الداخلية والمضاربات ويضارب حتى على الصك والسيولة وعلى الدولارات وما إلى ذلك في حين تتضاءل إساماته إلا عدد قليل إلا من رحمة ربي في القطاعات السلعية المنتجة إلى مستويات متدنية ولا يسهم بشيء يذكر في توليد النقد الأجنبي بل على العكس يستنزف النقد الأجنبي وانتوا عارفين الجاري وراء الاعتمادات وما يشبه من فساد وما إلى ذلك ولا يسهم إلا بقدر ضئيل في استيعاب العمالة والتقليل من معدلات البطالة بل لا يسهم حتى في توسيع القاعدة الضريبية والوعاء الضريبي الغالبية من الأنشطة الموجودة في القطاع الخاص تعمل خارج القطاع الرسمي يعني في دراسة ذرناها في الألفين وعشرة قبل الظروف اللي توى باي ويقال إن كانت فيه دولة إلى حد ما باي حوالي طلع عندنا كمعظم هذه المشروعات في القطاع الخاص هي مشروعات قزمية هذا درناسير فيه على مستوى ليبيا كوكل من 34% من المنشآت العاملة في القطاع الخاص إلى نحو 76% وفقا لمعايير اللي اللي اتخذناها فالهذه على الأقل 34% ما يدفعوش الضرائب لعند 76% لا ينطبق عليه أي شرط من شروط التواجد في الاقتصاد الرسمي فنحن عندنا قريب يعني نقدر نقول حوالي 60-65% من القطاع الخاص غير منخرط في الاقتصاد الرسمي وفيه الشكل يا دكتورة هذا القانوني وفيه الغير قانوني أيضا يعني أحيانا في ممارسات في القطاع غير الرسمي هو غير الرسمي لأنه مش مسجل في الضرائب مش مسجل في الضمان مش مسجل في مكتب العمل ما عنداش رخصة من البلدية إلى آخره باي أو وحدة من هذين ما عنداش أو اثنين ما عنداش إلى آخره باي لكن أحيانا الاقتصاد غير الرسمي فيه أنشطة خارج السياق القانوني تماما أنشطة الهجرة غير الشرعية أنشطة التهريب أنشطة الجريمة المنظمة هذه كلها تشتغل وهذه تولي الدخول والدخول هذه تضغط باتجاه زيادة الطلب وتضغط على الأسعار وتضغط على الواردات وتضغط على الرصيد من العملة الصعبة موجودة للأسف نحن رو كان جينا القطاع اللي يشتغل في الأمور الرسمية والقانونية هنجد بأن لا يسهم في توليد النقد الأجنبي بل يسهم في استنزافة ولا يسهم في التوظيف لأنه لا يوظف إلا نسبة ضائلة معظم العاملين من 75 إلى 86% يشتغلون إما في الدولة في الجهاز الإداري للدولة أو في منشآت تبع الدولة والباقي ربما متقاعدين أو غيرها إلى جانب ذلك يوجد قطاع حكومي كل كم عارفين ضخم ومترهل الدولة تقوم بالمنظور الآخر حسب واغنر اللي هو مرتبط بالثقافة والرفاه مش فقط بالقوة والقانون اللي هي احتكار السلاح أو احتكار استخدام العنف بمعنى أدق والقدرة على إنفاذ القانون ولكنها ترتبط أيضا بجوانب المكتبات العامة والإنفاق على الثقافة والمسارح والسينمات وما إلى ذلك والحدائق العامة والشواطئ النظيفة وهذا طبعا هذا أصبح طرف لا يمكن أن نتحدث عنه فماذا ترتب عن ذلك ترتب عن ذلك وجود بنية تحتية متهالكة تشوفوا فيها البنية المادية في الشوارع في المطارات في الأرصفة في المياه في الكهرباء إلى آخر وبنية فوقية مشوهة لمن بدر يحكي عليها الدكتور نحن قادمين ملتهاه في البنية الفوقية ومسيبين البنية التحتية متهالكة تماما بنية تحتية متداعية لا توفر الحد الأدنى المطلوب لتشجيع الاستثمار والرفع من معدلات التنمية الاقتصادية والاجتماعية البنية التحتية الموجودة عندنا في ليبيا من طرقات من مطارات من مواني من محطات كهرباء إلى آخره باقي صرف صحي إلى آخره كلها لا تشجع على الاستثمار بل تثبت الاستثمار وتنفر الاستثمار وبنية فوقية عقيمة عاجزة عن غرس قيم الانتاج والإبداع والرفع من قيم العمل والادخار والاستقلالية والسعي والانتاج العلمي والمعرفي وانتوا عارفين المنظومة القيمية التي تحكم مجتمعنا في الوقت الحالي للأسف اني خطمت علي محل كاتبين محل بابلو اسكوبار اكبر مهرب مخدرات في العالم باي يعني بدل ما يحطوا صورة جفارة ولا عمر المختار ولا صورة واحد فيلسوف واللي يسموا عليني بابلو اسكوبار تخيل عند وين انحضرنا ثقافيا وفكريا اه وين وصلنا انعكست احادية المورد كذلك في احادية السلطة وتفردها واحبطت مثل ما قمعت بذلك اي تطلعات او مساعي نحو الديمقراطية والتعددية والتنوع الفكري والثقافي طبعا احادية المورد تؤدي الى احادية السلطة والسلطة غالبا ما تحاول ان تتبنى نظام اقتصادي يمكن للديكتاتورية دائما هنشوفوها حتى وان ادعت شكلا مهلهلا من اشكال الديمقراطية اللي قادين انتفرجوا عليها انتم ممكن انتفرجوا عليها في لبنان وفي العراق ونعانيها في ليبيا للأسف ديمقراطية المحاصصة وديمقراطية لا يخفى لا يخفى على اي مراقب وحضرات كم شايفين وتشوفو في الشارع الخلل الفادح في توزيع الدخل والثروة في المجتمع الليبي والذي تعكسه المشاهدات اليومية مثلما تعكسه مظاهر الفقر الواضحة والبادية للعيال خاصة بعد القرار الاخير بتخفيض سعر صرف الدينار الليبي بمقدار كم حوالي من سبعين سنت إلى دينة وعشرين أو واحد وعشرين سنت يعني انخفاض بمقدار خمسين بالمئة خمسين بالمئة ارتفاع الدولار ميتين وعشرين بالمئة انعكاسات واضحة على مستوى الاسعار وعلى الدخل الحقيقي للمواطن حيث منها المتوقع أن يكشف أي مسح وطني شامل على الدخل والانفاق للأسر الليبية في الوقت الحالي عن معدلات مرتفعة من الأسر التي ترزح تحت خط الفقر الوطني والعالمي طبعا في دراسة برضك اشرتلها هنا درناها في عام 2010 والدكتور عمر كالرئيس فريق درنا مسح وطني شامل تبين ان 43% من الأسر الليبية في 2010 الكلام هذا مشتوى 43% من الأسر الليبية تعيش على تماس مع حدود الفقر مع خط الفقر الوطني والعالمي 11.5% تعيش تحت مستوى خط الفقر المدقع المدقع مش الفقر العادي الفقر المدقع تخيلوا الكلام هذا كم هي النسبة لكان اجرينا نفس المسح هذا كان طبعا خاصة مع ظهور السوق السوداء للعملة وتفاقم مستويات التضخم بكل آثاره التوزيعية السلبية واللي ارتفع إلى أرقام قياسية في السنوات الأخيرة أدى إلى تآكل الدخول الحقيقية لمعظم المواطنين من أصحاب الدخول الثابتة والمحدودة بل وفقدان الكثيرين منهم لمدخراتهم طبعا هنا نمش بشكل سريع لم يتبقى لدي كثير من الوقت مزبوط وانا عارف لكن هيعطيني خمس دقائق أو عشر الدكتور طبعا نبنى عرف ما هي ثمان دقائق كويس الهوية يعرف البعض الهوية هوية الدولة باعتبارها مفهومة مركبا يرتكز إلى جملة من العوامل الثقافية والتاريخية والعرقية والجغرافية والدينية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية حيث تستحوذ هوية الاقتصاد على موقع متميز في إطار هذا المفهوم الكل والمركب للهوية هوية الدولة ومع ذلك لا يوجد تعريف نهائي ومحدد لهوية الاقتصاد فالبعض ينظر إلى ذلك من خلال طبيعة النشاط المهي من زراعي ولا صناعي خدمي أو استخراجي فيما يصنفه البعض الآخر وفق النظام الاقتصادي القائم مش وفقا لطبيعة النشاط أنه هل هو رأس مالي أو اشتراكي أو مختلط ويراه آخرون من خلال مستوى تقدم الدولة هل هي نامية أم متقدمة في الدول المتقدمة حسم الجدل إلى حد كبير كيف ما قلنا في البداية لمصلحة الهوية القائمة على اقتصاد السوق وأهلية الأسعار وانحصر السجال الفكري داخل أطر فلسفية وأكاديمية وفنية مبنية في الغالب على المفاضلة ما بين السياسات أيهما أفضل السياسة المالية أم السياسة النقدية في داخل السياسة المالية نزيد الإنفاق العام أو نخفض الضرائب ومعنى اقتصاديين وعارفين الكلام هذا شنو معنى هذا لا يعكس من ناحية المنظور الاقتصادي حتطلع المحصلة الاقتصادية في الأخير واحدة لو استخدمنا أي من هذه السياسات لكن الأثر الاجتماعي مختلف زيادة الإنفاق العام أثرها الاجتماعي يختلف عن تخفيض الضرائب لمن ستذهب ثمار هذه السياسة لمصلحة من تعمل هذه السياسة لذلك تجد الضغوطات ودائما الضغوطات ما بين مؤسسات علمية كما يقولون مرموقة زي جامعة شيكاغو مثلا حيث يوجد فريدمن وآخرون المدرسة النقدية وزي جامعة كيمبريج وما إلى ذلك ومع ذلك في هذه الدول اللي حسن فيها الجدل بدأت الأصوات تعلو من جديد سواء في إطار المحافظة على النظام من خلال مقترحات تتعلق بإعادة تعديل سياسات الإنفاق والضرائب طبعا شنو يقولون رأس المال غالبا ما يرفض الضرائب ويقال عندما يرفض الرأس المال وضع الضرائب أو يعمل على تخفيض الضرائب فإنه يؤدي في الغالب إلى استنزاف مقدرات الدولة لأن الدولة منين تستمد قدراتها المالية من خلال الضرائب في الغالب أنا أتحدث في دولة متقدمة أنا يقول لك رأس المال لا يدافع عن مصالحه ومواقعه الاقتصادية فقط بل يصبح ضد الطبيعة أيضا هذا ما أعلنه وارم بافت وارم بافت هذا الملياردير المشهور باي منذ مقالته في عام 2011 في صحيفة نيويورك تايمز التي تشتري هيرات بقاعدة بافت والتي يدعو فيها حتى أعتقد عنوان المقالة يقول توقفوا عن تدليل الأثرياء توقفوا عن تدليل الأثرياء هذا مليونير إضافة إلى ذلك منظمة المليونيرات الوطنيين في أمريكا باتريوتك باتريوتك مش حال بالإنجليز كيف يقول باتريوتك باتريوتك مليونير هذه يكتبوا وخشوا عليها هؤلاء أصبحوا خايفين مما يجري في الولايات المتحدة حيث يمتلك واحد بالمئة من السكان ستة وثلاثين بالمئة من الدخل ومن الثروة في حين انتهت الطبقة المتوسط هذا كلام بول كروغمان وجوزف ستيجل ستة وثلاثين جواز نوبل مشكلة أنا لا أفتري عليهم باي الكلام هذا يقول لك النظام منذ أربعين سانة يشتغل لمصلحة الأثرياء لمصلحة رجال الأعمال ولا الطبقة من الرأس ماليين الذين يعتمدون على الريع أما من خلال الاحتكار أو من خلال ما يسمونه أيضا بالريع السياسي استغلال النفوذ باي أو من خلال العقارات غير منتج وغير مبدع وهؤلاء يقول لك يتخوف هؤلاء المفكرين الاقتصاديين الكبار من أنهم بدأوا في توليد سلالة من الطبقة الريعية سوف تستمر غير منتجة وغير مبدعة وهنا من الممكن أن تهدد استقرار النظام من الناحية الاجتماعية ومن الناحية الفكرية أيضا لأن هؤلاء الرأس مالية غالبا في الغرب كانت رأس مالية منتجة على الجانب الاقتصادي ومنتجة على الجانب الفكري أيضا بخلاف الرأس مالية اللي موجودة عندنا طفيلية وعقيمة لكن بدأت حتى الرأس مالية في الغرب تتحول إلى رأس مالية عقيمة لأنها تعتمد على الريع وأصبح معظم يقول لك الأثرياء في أمريكا أصبحوا من الورثة مش هنري فورد ولا ديل كارنيجي ولا شنس مالاخر مورغان ولا روكفلر ولا آل كندي ولا لا ما مش منتجين ما مش مبتكرين مش طبقة رجال الأعمال المميزين طبقة الرواد الأوائل القادرين على تحسس فرص الاستثمار قادرين على تطوير تكنولوجيات جديدة قادرين على فتح أسواق جديدة على ابتكار سلع جديدة لا اختخذت العملية إطار أكثر راديكالية عند المرشح الرئاسي بيرني ساندرز في انتخابات 2016 وفي انتخابات 2020 أو حتى كانت شوفها في المضامين اللي عبرت عنها ظاهرة السطرات الصفر في فرنسا والتي انبثقت عن ظروف اجتماعية سيئة للغاية وسياسات اقتصادية منحازة في الغالب في ظل الغياب أو على الأقل انحسار لأي دور فعال للنقابات العمالية والمهنية وممكن حضرات كم قرأت مثل هذا الكلام بأن الكثير من الفرنسيين يعني لو شفنا أرقام الانتخابات ما بين ماكرون وما بين لوبا فالكثير من الفرنسيين بمقارنة مع الانتخابات السابقة زادت نسبتها لعن 28% اعتقد فهذا شيء مخيف ليش لأنها هي تتبنى أنا سمعت أكثر من سياسات اقتصادية بخلاف السياسات التي يتبنى ها ماكرون والتي تنحاز إلى الطبقة الرأسمالية في الدول العربية كلها حتى هي ضايع الهوية في مصر طبعا يقول لك النتائج التي تمخذت عن سياسة الانفتاح ذات توجه رأسمالي وما تبعها من تحول الاقتصاد المصري إلى مختلط أضحت فيه الدولة بلا لون ولا طابع يميزها دفعت البعض إلى القول بعدم وجود هوية على الش خمس دقاء بس في منعرج آخر لا يخلو من رؤية سياسية تؤثر للهوية الاقتصادية في إطار الصراع الراهم في المنطقة العربية وعلى المنطقة العربية ولا يخلو من صبغة ايديولوجية واضحة ترى ما قالها أن عودة الجدل حول هوية الاقتصاد السوري بين قوى تتبنى الليبرالية كفكر أو تلقين بل على عكس هو تلقين زي ما نحكو عندنا بعيدا عن واقع سوريا وما قبلها المهم تتساءل بعدين وتجيب بشكل حازم بأن الاقتصاد السوري ليس له أي علاقة جدية بالاشتراكية زي ما كان الاقتصاد الليبي لا سابقا ولا لاحقا وتؤكد أنه اقتصاد رأس مالي كما هو حال كل الاقتصاد العالمي اليوم يقوم على علاقات السوق ولكنه اقتصاد سوق رأس مالي مأزوم وتابع ولأن الأزمات لا تبقى في طور الاقتصاد ولا تقلنا هل تحول إلى أزمة اجتماعية وسياسية فلابد من علاج ذلك المهم نحن ما هو موجود عندنا موجود عندنا للأسف دولة رخوة يضغط عليه الوقت كان بيودي يكون عندنا وقت أكثر دولة رخوة وفي نفس الوقت عندنا هشاشة في الفكر لا نحاول أن نطرح يعني دائما الأطروحات اللي عندنا عبارة عن ترداد فجر لما يقال إما من قبل جامعات أخرى ومن قبل المفكرين آخرين أو من قبل حتى مؤسسات دولية رشدة صندوق النقد الدولي الكل يعرفها ويعرف ما يصدر عنها ودائما ما يتم تردادها عندنا نحن أزمتنا في ليبيا أزمة هوية ويجب أن نحدد طبيعة هذا الاقتصاد وباختصار هنا نقول تحديد هوية الاقتصاد في ليبيا مسألة أكبر من أن تترك للاقتصاديين حتى للاقتصاديين لهم وأنا واحد منهم ناهيك بالمصرفيين أو رجال الأعمال ناهيك بالمحاسبين لأنكم حضرات كما تشوفوا أنتم من البنك المركزي إلى كل مؤسسات الدولة اللي باسكينها محاسبين وهي مسؤوليات يفترض أن تقع في صلب تخصص الاقتصاد فما بالك يتحدث عن هوية الاقتصاد رجال أعمال أو واحد من المصارف وما إلى ذلك لن أطيل عليكم نحن مش هنقوله لكن حاجة وحدة بنقولها قراءة متأنية وموضوعية باين لتطور دور الدولة والقطاع الخاص في ليبيا تفصح أن التراكم الرأسماني هذه الثروات التي تراكمت منذ استقلال الدولة الليبية وخاصة بعد اكتشاف النفط وتصديره بما في ذلك عشر انعجاب في ثمانينيات القرن الماضي كان ولا يزال يصب لمصلحة نخب اجتماعية متنفذة حتى وانتوارت في الظل أحيانا ريعية في جوهرها وفي سلوكها نمت ولدت ونمت وترعرعت في أحضان الدولة وكانت وما زالت تقتات على الدولة وتتواطأ معها على حساب تنمية مجتمعية شاملة شكرا للمجال 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 فاتح شكرا جزيلا من دكتور عمر تناصر نجيم لهذه دعوة الكريمة تناصر بطريقة ما بشن كبرة ولكن يعتبر أستاذي لما كنت طالب في الكلية كان تناصر أستاذا فيها وكان قدوة لنا سواء كان في السلوك الأخلاقي أو في التحصيل المعرفي أستاذي أن ننظر في ما تقدمه الورقة وأحاول أن نقوم بعملية تعقيب أو تقييم ربما وأعتقد أن الوقت الذي يعطي لدكتور ناصر لتقديم الورقة كان ظلم الورقة ولكن أعتقد بأن كان من الممكن الوصول إلى فهم أفضل أو نتيجة أفضل لما يريد أن يقول الدكتور ناصر دكتور ناصر اختار مجموعة من القضايا المهمة بالنسبة للمجتمع الليبي إجمالا وأعتقد بأن نحن كليبيين ينبغي علينا في لحظة ما ربما ماهيش الآن ولكن سوف تأتي حتما أن نقف أمام الأسئلة لإطراح الأستاذ ناصر وأن يتخذ فيهن موقف هذه القضايا تدرجت من موقف من النظام الاقتصادي النظام حر النظام اشتراكي وغيرها الموقف من رأس المال الأجنبي تدفقات رأس المال الأجنبي الموقف من نظام الدعم الموقف من القطاع الخاص الموقف من دور الدولة وغيرها من المواقف واللي اختر لها جميعا دكتور ناصر أو عنوان كبير سمه هوية الاقتصاد عند قراءة الورقة ناصر سحب منه كثير من الأدوات اللي يقدر الشخص أنه يحاجج بيهم أولا الاعتراف بعدم الموضوعية بمعنى الذاتية ويعلن من بداية أنه صاحب موقف فكري معين وبالتالي أصلا الورقة ليش محايدة ابتداء ثانيا وهذا الأكثر همية بالنسبة لنا يعلن بأن هو لا يؤمن بالنماذج الاقتصادية وما تطرحه من أدلة إحصائية ويعتقد أن اللي يتبعوها داخل الورقة ناصر ما قتاش نماذج اللي يصنع الصندوق وغيره يقين ايكونا الناصر أيضا تميز بالذكاء وهنا نبدأ في عملية التقييم اختار صورة مأساوية لما تنتجه المجتمعات الغربية واختار صورة مأساوية للمجتمع الليبي الآن وربما في السابق لإيجاد مناصرين لفكرة يطرح الآن السؤال المهم جدا ما علاقة الصور المأساوية بنتيجة لحاول يصل الله ناصر وهل هناك وسيلة أخرى لتفسير ما طرحه دكتور ناصر وضح بمجموعة من الأمثلة لما نتحدث عن نظام الدعم على سبيل المثال نظام الدعم حسب ما تطرحه الورقة وموجود أكثر داخل الورقة من اللي قال ناصر هو يرى فيه في هذه الدعوة أولا يقيم من أين جت من وأصحابه رجال أعمال عند مصلحة في إزالة هذا الدعم ومن سوف يدفع ثمنها مواطنين بسطة سيخسر آخر كما سماه في الورقة آخر خط الدفاع الاجتماعي عنه شيء من هذا القبيل طيب أنا مش هنذهب إلى الحجج التقليدية الاقتصادية القائلة بأن نظم الدعم هي عبارة عن تشوهات في الأسعار والتشوهات في الأسعار سوف تلحق أذى بالنمو الاقتصادي وهذا شيء مثبت بالبيانات لكن ناصر يحرمنا من هذا طيب شيء نستخدمه في المقابل أنا أدعو ناصر وأدعو حضراتك إلى تأمل هذا المشهد في مطار تونس وهو حدث بالفعل مواطن جاي من شخرة يبحث لنفسه عن علاج من السرطان عفنا وعفاكم الله الذي تسببت في التلوث الناتج عن إنتاج النافط في ليبيا ومواطن آخر جاي من مديرة أخرى معروفة بأن هي تتحكم في الوقود المستورد جاء لتونس ليستمتع بإنفاق ما حصل عليه من خلال تهريب الوقود أين العدالة الاجتماعية في ذلك هذا يدفع ويتحدث عن أشخاص أشخاص فقط عشان ساعدكم في تقريب المشهر قطاع واسع من الليبيين يدفع ثمن إنتاج النفط وقطاع محدود من الليبيين يستفيد من النظام المشوه لاستخدام إرادات النفط في شكل إعانات ويتشكل بالبيانات يعني نصف الإعانات تقريبا أو نصف الدعم يتم تهريبة خارج ليبيا أكثر من ذلك اليوم صناعة المشهد في ليبيا تتحكم في القوة الموجودة لدى العطراف الاجتماعية المختلفة ونظام تهريب الوقود في ليبيا يخلق قوة مادية وعسكرية لأولئك الذين يستفيدون من هذا النظام وهم من يجلسون على طاولة سياغة الأوضاع في ليبيا تأمل الـ 75 في جنيف ستجد بارونات أو مقربين لهؤلاء البارونات موجودين عطراولا في حين صاحبنا بتاع الشقرة الهلال النفطي كله لا يوجد منها حد موجود عطراولا رغم أن الحديث عن مستقبل ليبيا وأهم مكان جغرافي في ليبيا حول الصراع بالكامل ما هو موجود في الخمسة السنبيل باستثناء عضو مؤتمر وطني عضو برلمان حكم الدواهر وعضو من مجلس الدولة غير أنه لا يوجد من الهلال النفط إنه موجود في الخمسة السنبيل في حين الـ بارونات استخدام هذا النظام موجودين وبقوة أكثر من ذلك تسمعوا بالصراعات تحدث على سبيل مثال في الزاوية مثلا ليس فقط لأن النظام القبلي أو غير لأن ليس هناك ما يستحق الصراع عليه في البيضة ما يستحق الصراع عليه موجود في الزاوية حيث تهرب الوقود وتهرب ب تحكي هذا تكال infrastructure تهرب ب infrastructure ب pipeline موجود في البحر hundreds of millions يضيع على الليبيين ويضيع أهم من ذلك يضيع الأمن والاستقرار في ليبيا ويدع إلى مزيد من الحرب والاقتتال بين الليبيين هذا كله يجب أن يكون حاضر في ذهنك لحظة ما تفكر في الحجة العاطفية أو ربما الموضوعية أن والله المواطن الليبي حيدفع ثمن أعلى للبنزينة لأن الدائم حيحول بس لا يوجد الصورة بشكل أكبر بأن مستوى النمو الاقتصادي مرتبط بحجم الاستثمار في الكطاع الخاص بحجم 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 باستخدام الأمثل اللي استخدام من الدكتور ناصر وصف بأن القطاع الخاص يجري وراء الاعتمادات طيب ليش يجري وراء الاعتمادات يجري وراء الاعتمادات لأن سوق الصرف الأجنبي مشوه في ليبيا من شوه شوه الدولة جعلت تمسكت بسعر لا يمكن الدفاع عنه وبالتالي أصبحت غير قادرة على توفير كل الصرف الأجنبي المطلوب عند هذا السعر وأصبحت توزع في هذا الصرف الأجنبي بطريقة متحكم فيها وبالتالي خلقت حوافز لكل شخص عنده قدرة للحصول أو علاقة بالمسؤولين أنه يحصل على هذا الصرف الأجنبي أنه يجري وراء الاعتماد إذا أزلنا هذا التشوه سيزيل هذا الجري لكن أحد الأشخاص المسؤولين عن أنه حاجة ليس كويسة لكن يتم تغيير سعر الصرف اليوم يتغير سعر الصرف أنت هجري وراء الاعتمادات هل يتحدث عن الاعتمادات اليوم هناك لأن الأصل حررت سعر الصرف وبالتالي لا يوجد الهجوم بمعلى أن القطاع الخاص يستجيب إلى الإشارات التي يعطي عليها المجتمع عطاه المجتمع إشارة بأن هناك ربح في الاعتمادات هذا بلا الاستثمار في الاعتمادات عطاه المجتمع إشارة أن لا يوجد ربح في الاعتمادات ولكن هناك حاجة أخرى سيمشي لها إذا فشل المجتمع في إعطاء الإشارات اللازمة للقطاع الخاص يبقى المشكلة موجودة عند المجتمع لماذا يعمل القطاع الخاص في دول أخرى لماذا هناك رواد في أماكن أخرى وليس هناك في ليبيا هل الليبيين أسوأ من غير المتقر المترك أو مصفوفة الحوافز اللي وفر النظام الليبي للمستثمرين مختلفة عن ما هو موجود في مجتمعات أخرى بل نحكم مقالاش ناصر مباشرة لكن الناصر يكاد يدعو إلى خيارات اشتراكية في طرح أنا بنسأل نسأل ناصر من 73 إلى على الأقل قوائل التسعينات أو حتى لعند 2011 كيف يمكن وصف الاقتصاد الليبي من ناحية تبنيه للنظام الاقتصادي لا يمكن أن أنا أولا أن هذه ما تم في هذه الفترة هو عبارة عن استجابات لصدمات خارجية في الاقتصاد الليبي مطلقا ولا هي حتى استجابة لأزمة هو الناصر في الحج متاع يقول هي مسألة العسر واليسر المالي للدولة هو اللي خليها تمشي مرة للقطاع العام ومرة للقطاع الخاص في 73 كان في يسر مالي كبير جدا مالي 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 اختارت بوعي ايدولوجيا مكتملة نظر عن الموقف منها وموقف واضح منها واضح لها متمثل في الفصل الثاني من الكتاب الأخضر الذي يتبنى اشتراكي نظرية أو طروحات اشتراكية واضحة أكثر من ذلك السياسة العامة للدولة تبنت قضايا التحرر والاقتصادي في ليبيا وفي غير ليبيا فما يمكن القول هذا مهم جدا هو يكون موجود في الذهن لحظة محاكمة ما تطرح إليه الورقة أو مناقشة ما تطرح الورقة إذا كان تبتشين لنفس النموذج أو حاجة تجبه لماذا نحن متوقعين أنه سنحصل على نتيجة مختلفة والدولة مشت مع الخيارات الاشتراكية ولغت بالكامل القطاع الخاص ثم جاءت في أواخر الثمانينات أوائل التسعينات وجدت أنها عندها مأزق واضطرت إلى استدعاء القطاع الخاص عكس تماما الوصف الذي قدم الدكتور ناصر في الورقة الورقة بتاع دكتور ناصر تقول بأن لما الدنيا ترتاح الدولة تطلق القطاع الخاص لما جي الأزمات يتم استدعاء الدولة هذا يحدث في العالم الغربي استدعاء الدولة لما جي مشاكل في ليبيا بالأكس مقلوبة المسألة أخر نقطة موضوع سياقة السياسة العامة ليس موضوع أساسي في الورقة ولكن أقول السياسات العامة حتى في أكثر الدول ديمقراطية راه لا تصاغ بالإرادة الشعبية مشتقيق ممكن كلام في التكستبوك تلقاه في الواقع من يصوغ السياسة العامة هم الفاعلين هذول هما اللي كنت نتمنى نتمنى نشوفه في الورقة ربما يعني جاء في النقاش ولا لا اتفق تماما نرى أنه تم حسم مسألة الهوية في ليبيا لا نص الإعلان الدستوري بتاع المجلس الانتقالي ولا مسودة الدستور اللي عليها خلاف اليوم فيها موقف واضح أو إشارة واضحة أنه مشت في اتجاه نيوليبراليزم اللي يحكي عليها الناصر في الورقة نحكيش عليها تواقف بل بالعكس حتى الحق في التعليم والحق في الصحة وغيرها مكرس ومرصخ في الدستور المقترح وفي الإعلان الدستوري بمعنى أن الناس اللي اكتبت النيوة ويعني أعلى وثيقة يمكن تنظم العمل في الدولة في أذهانهم واجد ما أقرب إلى كونهم اشتراكيين منهم إلى نيوليبرال فيش أي إلمنت أو عناصر توحي بأن والله نحن كليبيين مقبلين على مرحلة تا نيوليبرال أناكش ما شفتاش أو أنا عرفش مين باي بالنسبة النقطة الأولى اللي أوردها الدكتور فاتحي فيما يتعلق بالنماذج الإحصائية والنماذج القياسية اللي يستخدم فيها صندوق النقد الدوبي الحقيقة هذه نماذج جاهزة معلبة موجودة يطبق فيها على كل المجتمع هذه نماذج جاهزة ومعلبة ويطبق فيها على كل المجتمعات بعد النظر عن الظروف عن التفاوض في الظروف الموضعية ما بين مجتمع وما بين مجتمع آخر لدرجة أذكر مرة جتنا في مركز البحوث أعتقد عام 2007 2006 لا أذكر اللي هي أكسفورد جروب وديرين دراسة قياسية نموذج قياسية دكتور فاتحي أذكر وقت بل كنت حضرتك في بريطانيا فوين ما اجتمعنا نحن وياهم قلنا نرى المعلامات أو البرامترات هذين منين جبتون أنت عارف الكلام هذا يا دكتور فاتحي قالوا خذينها من أذربيجان واتيات واتيات يا أحمد وأنت عارف شنو واتيات خذوهن جاهزات هذه زي متاخد تحاليل مريض لتطبيقها على مريض آخر هذا نوع من العبد الشيء الآخر الرشيد تواضحها هي عبارة عن انعكاس لاتفاقها حتى أو انعكست فيما يعرف بتوافق واشنطن أو إجماع واشنطن اللي حول المشاكل الاقتصادية من كونها مشاكل هيكلية في الدول النامية إلى مشاكل مالية يمكن حلها كلها مرتبطة بالميزانية ومرتبطة بجانب الإنفاق لا يوجد من يهتم بجانب الإيرادات بجانب الضرائب تولي نحكي عليها الدكتور فاتحي المفروض كحكومات تهتم بتفعيل نظم ضريبية قادرة ما نقعدوش نحكو نحنا كيف ماني لما تمشي للدول التي تجد الوعاء الضريبي تجد تمشي لك بأربعين وخمسين بالمية من الدخل لكن نحنا في ليبيا ما عندناش نحنا كأن نحنا أرخص إذا كانت تشوفها غير مش موجودة عندي الإعصائية نحنا الضرائب عندنا أقل من الملاذات الضريبية الآمنة في البهامة وفي غيرها وين النشاط الخاص في مجال الصناعة عندي عندي نشاط اقتصادي خاص في مجال الزراعة نحنا نستورد حتى في الضماطم وفي المعدنوس ونستورده في الدقيق ونستورده في الان ما سيبنا شيء إلا ونستوردوه معتمدين بالكامل على الاستيراد من الخارج لم يحقق القطاع الخاص في ليبيا قيمة مضافة على الإطلاق ولن يحققها مستقبلا وحسبوها علينا ولم يوفر فرص عمل ولم يحقق أي وفر في النقد الأجنبي على الإطلاق عبارة عن قطاع قائم على الاحتكارات احتكار التوكينات التجارية أو على الرعي العقاري أو على المضاربات اللي حكى عليها الدكتور فتحي فيما يتعلق ب أن الحجة عاطفية فيما يتعلق بالدعم لا موضوعيا الأمريكان توكلوا على الله هذا كلام مش عندي وموجود في كتاب فيريان باي الأمريكان سنة 73 لما ارتفعت أسعار النفط قالوا نحن نفر الضرائب تؤدي إلى زيادة أسعار النفط وفي نفس الوقت نعيد توزيع هذه الضرائب إما بصورة نقود أو في صورة تخفيض في الضرائب الأخرى ودرسوها في الكونغرس ومن الناحية الاقتصادية ومن غيرها وبعدين قدمت قالوا لهم المواطن سيكون وضع ورش أوف وليس بيتر أوف نحن اللي يهمني في المحصلة الأخيرة رفاه المواطن مش كمية النقود اللي من الممكن أن تدخل إلى خزانة الدولة مشكلة الدعم والتهريب والميليشيات والكتاب المسلحة والمهربين هذه مشكلة أمنية ما هيش مشكلة اقتصادية المشكلة الأمنية تعالج أمنيا لكن لا تعالج بأدوات اقتصادية توجد مشكلة التهريب ما بين الولايات المتحدة وما بين المكسيك ويوجد هجرة غير شرعية ولما جاء توكل على الله السيد ترامب وهو رئيس أكبر دولة في العالم قالوا ندير جدار حديدي مشكلة أمنية تبيني جدر وتبيني مهربين قاعدين في الزاوية قاعدين في زوارة قاعدين في غيرها هذين التحاري التفاهم معهم الحكومة لكن ما يتحملش المواطن تكاليف عجز الحكومة وتكاليف فشلها شيء آخر يسمى فالاقتصاد عارفين وفي أشهر كتب الاقتصاد الكلي اللي هو شوك أبروش يعني بمعنى أنه نحن تولوا وارتفعت أسعار رفعنا الدعم حتى ارتفع أسعار الكهرباء مش مغير البنزين أو حتى ارتفع أسعار الاتصالات والمواصلات الطيارة اللي تمشي لطرابل 750 وأنا مش عارف كم تول هذه 20 سنة ما مشيش سطرابل ما عنديش نية نمشي ما هي اللي تمشي بالشكل هذا بكم هذه حتقعد لك بألف جنيه وسوف يترتب عليها ارتفاعات أخرى وهذا يسمون فيه trade-off يسمون فيها output ratio ما بين current inflation وحيزيد التضخم وحيزيد الأمور بالكامل وحتنعكس خاصة في النقل النقل يمثل نسبة مرتفعة من تكلفة السلع والخدمات الأخرى هذه حيزيد يعني العملية عملية الدومينو effect حتتأثر كل الأسعار وحنخش في حالة التضخم والتضخم يؤدي إلى آثار توزيعية سيئة ويؤدي إلى انخفاض معدلات الدخل الحقيقي للمواطنين فالحجة أنا مش جايبها كحجة عاطفية بل موضوعية لأنها ستؤدي إلى خلق المزيد من الضغوطات باتجاه عدم ما يقولوا عليها يعني عدم التوجه إلى الاستثمارات المجدية وذات القيمة المضافة الحقيقية الشيء الآخر نحن نفكر بأدوات تحليل مش من الكتب الكلاسيكية اللي ترتبط بيئة الاقتصاد الأمريكي اللي يوجد فيه قطاع خاص خوي ومنتج مؤسسات المالية متطورة السياسات ردود فعل السياسة الاقتصادية قابلة للتنبؤ المستثمرين على درجة عالية من الوعي ومن الفهم ومن الإدراك نبي ناخذ نفس أدوات التحليل ونتحدث عن التشوهات في الأسعار ومنطق السوق ومنطبق في اقتصاد تنمية متخلف يتميز بجمود هياكل الانتاجية ويتميز بضعف القطاع الخاص ونخفاض منسوب الوعي الادخاري وعدم وجود أوعية أصلا للادخار وفشل النظام المصرفي وما إلى ذلك نحن من الممكن أن نثني على كل ذلك الكلام ونحكي على الدستورشن والتشوهات اللي ممكن تسببها لاني تشكرني أهدت الناس والبركة الأوليك المنكمتنا على هذا التقديم الجيد لأن طبعا لأيكم أدركت أهمية القضايا الاقتصادية في حياة الناس وأن الاقتصاد هو الحياة أنا أقولها دائما إلى أنمت الاقتصاد هو الحياة أهم الدكتور فاتحي والدكتور ناصر يعني تطرقوا إلى بعض من القضايا وهناك قضايا كثيرة عديدة في الاقتصاد تستحق منها والشيل الجديد بالذات الصغير وتقتنموا فرصة أن ما زالوا فيه يعني ربي يعطيهم الأمر ما زالوا شباب يعني ناصر وفاتحي والسيد دكتور يعني لا شباب أنت مصغر فأنا خايف أن تصير نفس الغلطة اللي صارت لمن سبقوكم أو لمن درسوكم لتصد واللي لهم علامات تندركوها كويس يعني والدولة نفسها لو في دولة تتقلب الدراسات التي قدمها قسم الاختصاد لهذه الدولة التعسر على أي حال أنا تفضل أستاذ نبي نعطو نص سعخ للإخوة الحضور لمن يريد أن يقدم ملاحظة أو استفسار أو دقض أو أي شيء مستوى راقي جداً من الأداء الأكاديمي اللي نفتقد في محافل كثيرة بس واضح جداً أن ناصر وفتحي يشتغلوا من من two completely different paradigms واضح كل واحد يشتغل paradigms وإذا كان صدقنا توماس كون الparadigms يقول incommensible بمعنى غير قابلة للمقايسة أو المقارنة ليش لأنك أنت تبي تحكم من هو اللي صح أنت في الواقع تحكم من منظومة قيمية واحتخر وهم كل واحد عنده منظومة القيمية اللي يشتغل بها المنظومة القيمية اللي سؤالها القديم كان أيهما أهم الحرية والعدالة واللي بعدين بعد التجربة السباتية أصبح أيهما أهم القطاع العام والخاص وللآن البنك الدولي حاول أن يفرغ الشحنة القيمية وعطانا مجموعة مؤشرات سيادة القانون الشفافية الأداء الحكومي هذا هو الحكم في النهاية لكن اللي منقوله يعني لما قال ناصر كان فعلا صادق لما قال راهوا فيه قضايا ذاتية أنا ننسى الانبيع بالبداية راهي قضايا ذاتية حتى لو ما قلاش فتحي هي عندن كلنا يعبر عنها تامس كون يقول ما تراه أنت بطة أراه أرنب كوبرنيكس كان يحق في الأرض كوكب بطموس كان يحق فيها نجم لأن الكواكب دور حول يعني فكرة أنت ما تراه حقا أو باطلا راه ثيري ليدن مشحون نظريا وبالتالي راهوا أي انتقدات يوجهها أي طرف للطرف الآخر ممكن الطرف الآخر لا يراها كما يراها هذا الطرف ضمن البرادايم نفسه ضمن المنظومة القيمية اللي يشتغل فيها ناصر يبدأ نتفاهم مع جماعته فهمين بعض ويختلف لكن في نعمة تراكمية في نعمة التوافقات المشتركة أيضا نفسه يعني خلاص الكلام لا تتوقع أن فيه إجابة صحيحة ملزمة للطرفين في مجل هذا القبع لكن لو دخلنا بين الذات والموضوع ليس عن حد هوية لكن السؤال يطرح نفسه أو هو يطرح نفسه السؤال المدحد في ألهان للإقتصاديين وخلاسفة هل بالإمكان تحديد هوية الإقتصادي الإيلي أو أننا كمجتمع وما كسلطة وما كدوتة وما ككيام نذهب إلى ما ذهب إلى ما قال به آدم اسمك والله الأواهل لأن الحكومات يجب أن لا تتدخل الاتصاد والاقتصاد الشبك الهوية بنفسه يعني القضايا الآنية التي يمكن أضافها في إليه ورقة الإقتصادي الهوية هي أشياء حدث أحداث تم معالجتها بقرار تنفيذ مثل سعر الصرف مثلا سعر الصرف هو واحد الأدوات لكن الذي تكلموا عليه لأحداث السعر الصرف اشتزأوا شيء من المنظومة كلها الإقتصاد سياسة النقلية وتجارية وأمالية وإيضا البنك المركز في إليبيا ومصر المركز في إليبيا قاموا بهذه كلها بوضع واحدة هو الذي يحدث فيه سرعة استوراد هو الذي يحدث فيه السعر وهو الذي يحدث مع التفل في إليهاته أنا أقول لي دكتور فكي صح تغير من القصة تاعة الله مرارح في مداتك لكن لم يكن كل يجب مرارح في مداتك الآن يتصابق عليها وحصلت في الفئة التي ممكن حددها الدكتور ناصر من 10% و 5% التي هم قادرين لما يدفع الساعة وحتى في أمريكا لما صارت المن برادر الكتاستور صارت من الديار الكبير اللي ساد أو من قرر أوباما كانت 85 مليون يعني لشركات التأمين التي لم يكن تواجه الانهيان صعب وبعدين توالت قصة الدعم للمؤسسات التي لم يكن تطاوم الموجة حتى قصة الدعم نحن لا نقول بمفهومي أنا شخصي أو فهمي بصير أي واحد يقول الدعم سيء ممكن يكون مصير ويقول الدعم ممتاز أيضا يكون مصير لأن مسؤولية الحكومة والدولة هي مسؤولية عامة الضبقة المسيطة التي لا تقدر التحمد من يدفع عليها التغير الآليات لكن الدعم موجود لأن مرات هنا لا ندعم واحد فوق مستوى خط الفقر لأن ندعم آلية أخرى والآن هناك استخدام البكاء مصطناعي وستخدام منظمات كثيرة يمكن أن نعطي كوبنات للناس التشوهات التي في الاقتصاد الليبي يمكن أن أتحدث عليها الدكتور ناصر قال أن الاتصاد الليبي من حتى قبل تشهد لب كان رائعي أنا أخال لها الليبي كانت تصدر تتصدر في أشياء يتنتي في الناس كانت تتشف في فترة وفترات الليبي كانت تصدر في القمح وتصدر في الصوف وتصدر في المواشي لكن الحساب بعد ظهور النفط أصبح أنك تحصلها من الدعب وزمان الأدوات غير الأدوات التي تتوى الآن ممكن أن تزرع عشر ألاس أكتار بألات خذبون ثلاث أربع أشخاص لكن زمان تحرق على الدعب وزمان الجهد تغير فأصبح الريع أو العائد أنك تجيب من أنك تتتوق في عشر يوم في الحق النفط وتروح الريع 15 يوم هنا الأفضلية الناس تتشير للأريح لكن الآن أو حتى قبل 25 سنة وثلاثين سنة الناس في فترة وفترة تتجهت للتصنيع لكن الآن كل الناس تتجه حتى يأخذ طبعا يبنوك تعطل من 2012 تعطلت بالكامل يبنوك معيش مؤسسات للتنمية هي مؤسسات لتخزين الفلوس كل نشاط الاقتصادي الموجود دول هو اقتصاد قفيد لأن لأن واحد تاجر يقول لازم ترفع الدعم يقول المصنع يمكن نقبلها منه لكن لن يقول التاجر يمكن أن نقبل نجموه عندي حال يقول الحديث لك أن هذه المبادرات أتمنى أنها تكون في اللطاق أوسع لأن أنا حكيت مع مجموعة من الأخر في المجلس والغازي يمكن نحن نخلق بهذه المبادرات هوية لاقتصاد في بنغازي الآن كل يشوف فيه مشه تشوه الكهب في كل شيء سوى في المظهر العام أو في الاقتصاد يأتي واحد يأتي مصنع مية يأتي عشرة يأتي مصنع مية واحد يأتي يأتي حليف يأتي عشين واحد يأتي يأتي حليف لكن يبقى حتى الإقراض يمكن يساعد نا بس ما يقول إقراض ربه يعني شكرا أنا ما زلت نأمل بس التكاثر يعني وقد قمنا مجلة نظرها منك تجاه العملية الهوية يعني يعني أعزبتني ورقة الدكتور ناصر عملية تشخيص تشخيص الحالة الهيوية وخاصة للمنشخيصها لفترة من 11 متعال يعني صعب لك دكتور فتحي تعقيد تاعه كان على جانب الدعم أكثر من توضيح الصورة دكتور عدس شنو اشتك للكم الابتصال هذا يعني ربيتنا شنو حيكون يعني حتى الناس اللي قال لكم سماعي ولا زراعي ولا خدمي شنو حيكون رأس مالي ولا اشتراكي ولا مختلف يعني هذه هي الصورة نشوف فيها للا نحن 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 مطرامج الدعم والحاجات هذه فيها التشوهات أصلا في الميزانية نفسها هي الميزانية نفس التعبيدة اللي لما نشوفوها على مرة سنوات طويلة حنجد فيها الكثير من التشوهات في داخل حتى الميزانية وفي بنود الميزانية وفي بنود الدعم نفس يعني وهو الدعم مش غير شوية بنزينة اللي نمش بها في هالشوارع وما عندناش حال تاني يعني نحن كليبيين ما عندناش حال بما نمش بسياراتنا وفي الحلو الأخر الدعم على المواد البدائية الدعم على الصحة الدعم على التعليل في تشوه حتى مليهم يعني حتى لما يوضع الدعم بهذا الشكل يتم غالبا في الدول يتم التركيز عليه أي أنواع أكتر يعني له مردود اجتماعي له مردود اقتصادي الدعم وفي النقطة لجاء الدكتورة التدخيل هي فعلا في بعض الدول لاحظت إن الدعم يمشي للمطود هذا ده تشوه هذا نظام الصالي وهذه حصلت في مصر وانا شكت ها كم مرة الدراس فمانيش عادة النقطة الرئيسية نزلنا ما تلمسنها في حالة الاقتصاد التشخيص التشخيص الوضع حتى الدول اللي كابل يعني كينزي وماركس كانوا اثنين على رأس طاعمة في الاقتصاد فيما يتعلق بالنظام الرئاسمالي ماركس كان في ظروف الأزمة الاقتصاد في ظروف المأساة والعمالة والكذا ومي كانت رؤيتها للنظام الرئاسمالي والنقل الذهب في حين انه كان وليد الأزمة الاقتصادية والذي بعد في النظام الرئاسمالي يتدخل الحكومة يعني يتدخل الحكومة وليس حال يقول حق في اقتصاد من اشي حكومة واضح لا يمكن فرؤيتنا نحن تشخيصنا لاناقتصاد هو اللي لابد يتم بدقة بحيث نعرف شنو دور القطاع الخاص وشنو دور الدولة وخاصة في دولة بترونية يعني لابد أن تتواجه لابد مجليتها لنفط يجعلها لابد أن تكون موجودة ياريت ياريت دكتور ناصر هذه الصورة بشرفات خيكم فيها جدل وضحونا هذه الوقت موجودة ونحن ممكن نشتعد بعض الشيء لنقدم حضاراتكم ولكن دعونا نقول أن الورقة لمسل شيء من الواقع الحالي هو الآن وأن الاتصال لي كان مغلق مقابل 2015 لم يكن شيء يتعفر وما لم يكن نحن كناس وكذا نشعر به ماذا المتغيرات اللي يصير عنه فكانت الدولة ممكن تساعد بعض الشيء خلال الدعم مغيرا كانت هي اللي تعتبر مصيفة بشكل بالباشر في جانب الاقتصاد وحتى ما بعد فبراير إلى 2015 وما حدث من تغير سياسي وموقع السياسي وكذا أصبح المواطن يشعر الآن وأصبح في مواجهة مباشرة مع التغيرات الاقتصادية وبعد حسبية وبعد تابعة حقيقة فيما يتعلق بجزئية الهوية الاقتصادية تحدث في السابق يعني عبر صباحتي على الفيسبوك ومتحدث فيها حتى مع الدكتور فتح وكذا ما هي الهوية الاقتصادية متاعنا نحن ما هو هنحن هوية الاقتصادية زراعية صناعية وكذا خاصة في المنطقة هنا ما هو في أنه مجوعة ملهش وصف محدد حيث أن نحن 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 حتى يتم العمل من قلالها الشيء الآخر الذي يتحدث عليه هو الدكتور ناصر خاصة فيما يتعلق بجانب الدعم وأعتقد الدكتور ناصر الآن في من ضمن الأمور في عملية رفع الدعم وغير وكذا نحن نحن الجانب الجغرافي برضو يؤثر فينا وضعنا الاقتصادي قدام الدول الجوار وغير وهذا جانب جدا يجب مراعات نحن 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 المتاجرة وكذا وهذا ما تحدث عليه دكتور فتحي بشكل واقع اللي ما يحدث الآن يعاش فترة معينة أصبح الأمر منقوص بالنسبة له الأمر ما عاش تسيبر عليه حتى من ناحية أمنية صعب جدا فأعتقد أنه يجب تدخل عملية اقتصادية في هذه المبارة حيث أنه يساعد حتى الجانب الأمني بحيث أنه أنت تقدر تسيبر عليه الأمر المهم جدا أنا اللي أعتقد نشوف فيه هو خلق من بعد 2014 هو غياب تام لرجال أعمال واستبدال برجال الأموال اللي هم الناس اللي أصبع عندهم فراق فاحش من خلال المعتبات وغير وغير وهنا فعلا نجو نظرة دكتور ناصبي هو تحدث على الاستثمار في العقارات وكذا أنا لما يكون عندي إنسان كوجب في كم من الأموال وأصبح راجل يمضك الملايين وكذا وما يعرف شي يصرف وما يعرف شي يساعد أو يشارك لعملية اقتصاد أو عملية بناء اقتصاد في الدولة عبارة عن أنه يشري أراضي ويبني ويكدس وكذا فأصبح عندها نوع التشوى أو ذلك خاصة في ما يتعلم في المرحلة القادمة في الجانب التسطور وغيره هل هو حيزارك بشكل كبير لإظام الدولة وشكلها في عملية تحديد الهوية الاقتصادية للدولة أعتقد أنه ما عش فيه شي لا نعطي فرصة لإجابة على السؤال الهوية سؤال الدكتور أحمد والله الهوية والدكتور فكري سمحت لي أنهوية ووضحتها غير لم تترك لي أنت وقتا لكي ففضل يا هستاني خلو دقيقة خرج دائم الدكتور أحمد داني قاعد ديكتاتورية من هنا ديكتاتورية إدارة الجلسة لكن الأساس أنا قاعد نقول لا يمكن أن نركز نحنا اقتصاد تنمية نحنا اقتصاد يعاني من أزمات أزمات سياسية وأزمات أمنية وأزمات اجتماعية كان يعاني من حرب داخلية مريرة يعني هل نظر فقط أنا هذا اللي نظر له هل نحنا يتم النظر إلى التنمية بمنظور اقتصادي فقط أم أنه يجب في الوقت الحالي أن نعيد ترتيب أولوياتنا بحيث يكون المنظور الإنساني أهم من المنظور الاقتصادي يعني نحن عندنا مشاكل مرتبطة بالنازحين بالمؤجرين عندنا مشاكل مرتبطة بإعادة الأعمار عندنا مشاكل مرتبطة بمعدلات الفقر المرتفعة وهذه اللي سأل عليها الأستاذ جابر اللي هي مش عندنا نحن في العالم معدلات الفقر بدأت ترتفق بشكل شديد نحن لممكن أن تترتب عليها مظالم وتترتب عليها انتفاضات أخرى والترتب عليها مشاكل سياسية بينما نقوم بس في قاعدة دستورية وكلام زي هذا نحن خارج السياق تماما شيء ثاني لنقول أن العالم يعاني من أزمة التصالية العالم يعاني ما سموه ركود مزمن على الأقل من عام 2008 إلى الآن في تباطع في معدلات النمو في مشاكل هيكلية موجودة في الدول المتقدمة لم تستطع تجاوزها إلى الآن بفعل انحيازاتها إلى سياسات معينة وممكن الدكتور فتحي حكا على النماتج القياسية وأنا أنصح أي واحد فيك ودكتور فتحي معايا فيها يخش علي فضيح ترينهارت روغوف باي ممكن عارفين حضراتك فضيح ترينهارت روغوف السياسات معلش يا دكتور هذه مهمة جدا لا بس أنت نقول لك السياسات توا نجاوب عليها توا نجاوب السياسات الاقتصادية السياسات الاقتصادية اللي بنيت كانت على نتائج مزورة لنموذج قياسي معروفة باي وأسادذة في جامعات راقية في أمريكا واكتشفت والغريب إنهم قالوا بلكي في عملية الإدخال بتالبيانات وفي عملية تهنين وبنيت عليها سياسات والسياسات لم تجدي نفعا بلانش اردوغيرا وجدوا قالوا باك تو ذا فيوتشر إن علينا العودة إلى السياسات الكنزية باي لأن نحن في فترة ما بعد الأزمة الاقتصادية الكبرى في الثلاثينات خشينا في حاجته من نيوليبرالية اللي ذكرها الدكتور فتحي من بادري لا ذكرتها نيوليبرالية على ليبيا افتأيت عليك السيدي سواء باي نيوليبرالية نحن كان عندنا الليبرالية في الشراكة بالتفاوض باي أو الحكم بالتفاوض هذا سيد لغاية السبعينات بداية أواخر السبعينات بداية الثمانينيات أصبحت الليبرالية الحكم بالأمر مش بالتفاوض الطبقات الوسطى والمعدلات النمو اللي تحققت في تلك الفترة كانت على درجة عالية من الهني توا معدلات النمو بدأت تتباطئ وهذه توجد العديد من المقارات اللي ما نقولش فيها هنا اللي يقول فيها أئمة وأعلام الاقتصاد في الولايات المتحدة الدكتور أحمد يسأل عن هوية الاقتصاد نحن في اقتصاد معظم النقد الأجنبي معظم الدخل يتولد عن طريق الدولة يأما الدولة تستخدم هذا الدخل في توفير السلع والخدمات العامة للمواطنين وعندك في فرنسا الدولة تتدخل بـ 58% في الاقتصاد في السويد وفي سويسرا وفي غيرها لعند 65% يصل تدخل الدولة الانفاق الحكومي كنسبة من الناتج المحلي الإجمال يصل لعند 65% تجد بأن الضرائب مرتفعة في هذه الدول لما يقولونك لدرجة الكثير من الدراسات الاقتصادية اربطت العدالة في توزيع الدخل حتى بالحالة الصحية للمواطنين وخش علي كندا وخش علي غيرها أنا أؤمن باقتصاد السوق الاجتماعي يكون فيه أنشطة للقطاع العام لا يمكن أن ينافسه فيها القطاع الخاص وهناك أنشطة للقطاع الخاص لا يمكن أن يدخل وينافسه فيها القطاع العام لنبو الانفلات الرأسمالية المنفلتة زي تو والانفلات الاقتصادي ولا نبو تدقل الدولة حتى في بيع الخضروات زي ما كانت في الثمانينيات كل واحد ياخد دورة ويكون القطاع الخاص ويكمل القطاع العام ونبو قطاع خاص حقيقي منتج وليس قطاع خاص طفعيلي يعمل على استنزاف أو نزيف أموال الدولة ويكون بناء خارج سياق الدولة معلش يا دكتور فكرة أخيرة كارل ماركس يقول أن الدولة تتدخل من أجل من أجل أن خدمة الطبقات المسيطرة لقهر الطبقات المسيطرة عليها أو الطبقات الغالبة نجو لنظرية البابلوك الشويس يقول لك الدولة تتدخل ويقول فيها مباشرة وهي الاختيار العام يقول لك الدولة تتدخل من أجل هدفين الوهم المالي أنها تضخم الميزانيات والبيروقراطية التي تستفيد من تضخيم الميزانيات لما يجي رئيس وزارة أو رئيس دولة يحط لك ميزانية بهذا كالحساب 200 مليون هو 200 مليون البرلمان سيوافق على 150 مليون تمام هذا اللي صاير تضخيم الميزانيات فاتفقوا أن يستغلوا هذا الرينسيكينج اللي هو التماس الريع وتعزيز تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي واستخدامها لتحقيق مصالح البيروقراطية اللي موجودة في داخل الرينسي اثنين الحقيقة التحقيقين يعني التفسيرين موجودات في ليبيا الدولة موجودة لخدمة البيروقراطية والبيروقراطية متحالفة من داخل الدولة مع الأثرياء اللي قاعدين يضغطوا باتجاه صياغة السياسات لمصطحة هذه الطبقة بالنسبة لنك أساسا كلمة استخدام كلمة الهوية زي تروجين زي إحسان طروادة اللي يستخدمو مجموعة من الكتاب العرب لطرح أفكار ذات طبيعة اشتراكية ما في مطلقا على الأقل في السكول اللي من هنا ما في مطلقا في الاقتصاد شيء يسمى The Identity of the Economy A Tall حط في جوجل سكلا دو يرسيرش أسمالي والاشتراكي هذا سؤال متعلق بالبحث عن نظام الاقتصادي المناسب الموقف من رأس المال الأجنبي والانفتاح على التجارة الدولية هذا موقف متعلق بالانفتاح الاقتصادي الموقف من نظم الدعم وغيره هذا موقف آخر متعلق بالمالية العامة ما في نحن كاقتصاديين كسكول ما عندنا حاجة اسمها هوية الاقتصاد المدرسة التي نامها ناصر عندها مدرسة خاصة مصرية فالليبيين قدامهم أسئلة وين يبقوا نظام الاشتراكي أو نظام رأسمالي ناصر قبل أن ترى مأساة النظام الرأسمالي في الدول المتقدمة وقبل أن أسأل روحك سنين لأوليات من أطبقت النظام الاشتراكي ما حدث فيك ترد غادي وانا تدور شيء آخر هذا السؤال ترجع لنفس المنظومة ذكية حتى ترجع لما ترجع لازم تفهم ليش فشلت لا تدعو لا تستخدم البؤس اللي سير في الدول المتقدمة عشان لا نمشي لخيال آخر ما أعرف شنو حتى ما نمشي 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 سويد بلد ديمقراطي رأس مالي ما هو شنو نمشي نمشي سويد فيها البيت بلد وحدة من الأشياء التي تحدث عن نسد ناصر بدري لهم أندرغرامن ديكانامي وكذا كلها بسبب مجموعة حوافز أطلقها نظام الحكومي الليبي الصحيح في المصر كلها متعلقة بالإشارات التي تطلق فينا الدولة أخيرا فيما يتعلق بالدعم أنا وكثير من الليبيين يكره أن واحد يحكي مع البنزينة والدعم ومش عارف شنو وكذا أنت تبي تستمتع أولا الليبيين ما مهموش بداء من الناس أقل سعر البنزينة في الآلم في ليبيا جنبك تونس ومصر وسعودية وآخرين ووجدين كلهم صحح والتشوات اللي عندهم نحن بس اللي ما نقدرش تحمله ثمن التصحيح حول هذول دول مرتاحة الدعم مرتبط مباشرة في ليبيا بعدم الاستقرار مباشرة مرتبط بعدم الاستقرار الدولة اللي يطلب منها لأستاذ ناصر أنها تجد حل أمني لمشكلة التهريب الدولة نفسها صار لها اختطاف من هذه القوة اللي موجودة في التهريب والتي استطاعت أن تخطط في الدولة بفعل التهريب وهو مش أنت تطرح إجابات نظرية وخلاص هل من الممكن ما تطرحه أنه هو يتحقق تقولي والله أنا أكافحهم أمنيا لا يمكن مكافحاتهم أمنيا لأنهم الأمن أصلا يبقى أفضل شيء حول الحافظ إياه وننقدر وأساسا وتعرف كوي صدا يا ناصر أن التدخل في السوق دائما يخلق تشوى أفضل شيء تتخلص من الإصابات المتعين حتى ترك السوق زي المكان معاك يخلق مشكلة عندها طرق معالجتها لكن ما تجد نفس نعم تدخل الدولة لكن لا تشوه العملية تشوه عوض خلل متاع السوق مواقص السوق لكن لا تتعدى على منطق السوق تتعدى على منطق السوق تدفع ثمن غال تشوه وتنحرف منك الأشياء منك في البداية كانت اقتصادية تدفع في ثمن أمنيا نص الدعم يذهب إلى ميليشيات ميليشيات سوف تغلق أي حل سياسي يؤدي إلى نهايتها بالتالي هي تستخدم هذا المال لإبقاءنا زي ما نحن فيه منطق ونحن تحول الدعم ونحن سوف تواجه مقاومة حتى قرار إزالة الدعم ونحن أعرف أنه محاولات وقفت وراها مجموعات مستفيدة من ذلك معناكش هوية معناكش تروج لا يوجد ما اسمها هوية مسألة الإقتصادية الشكلية التي يكون عليها هي حتى مسألة الميليشيات هذه قطرة مواقعة الإلكتور ونحن نتكلم عن ذلك لنحن ضلوح سمعني عملية النضج يوصلها المجتمع هي تفصل في الموضوع يعني يتوق وضع السياسي القائم المتردي يشوف فيه ونحن سيكون سمعني 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 أن تتأذى منها لحظة كلها تبحث عنها إن شاء الله شكرا هل تتحدد هل تتحدد الشكلية التي تكون عليها رأس مالي أو اشتراكي تأتي حسب سير الأحداث ولا تجيب قرار سياسي سياسي من فوق يجب نبوه نظام رأس مالي وكذا ما نحن شنو والله اشتراكي أو حسب ما صار في العالم من عالم وصحة بريطانيا وأمريكا وكذا ونحن مجلش بقرارات جب حروف مرت فيها المجتمعات لحيث بصول النظام الرأسمالي في بريطانيا بما هو عليه وانتو عارفين كويس تاريخ الذكري وانتو قليلين فهمين لا يعني الانتظال من الرأسمالية التجارية إلى الرأسمالية الصناعية كالنتيجة للثورة الصناعية اللي كانت قاعدة وبعد ذلك وبعد ذلك آدم صمت بناء على أنه تحدد الهوية بتاعها شكل يتغير فيريط هي هذه نقطة مهمة هل تجي لي قرار ولا تجي نترك للعبدية ماشية لعندما هو في بعضها هيك يحدد لنا شكل محاضرة كانت ناجحة على كل المقيس وأداء الاثنين كان باهر دكتور ناصر بخشيم ورقة رائعة ولكن الأكثر إبهارة بالنسبة لي أنا كأكسيولوجيا هو ما سماها دكتور ناصر بخشيم ديكتاتورية إدارة الجلسة بالنسبة لي إدارة الدكتاتورية هذه جعلت الجميع يتشوق للورقة كاملة يقرأها واللي حتكون في العدد الأول إن شاء الله من أكسيولوجيا الغرض نحنا من لقاءنا نحنا اليوم هو أنا الكل يسمع أن الأساتذة يشوفوا رأي الناس في الورقة يجودوها يثروها يضيفوها إلى آخر بس أنا أدعو بعد ما سمعت من الاثنين من الدكتور ناصر بخشيم من الدكتور فاتحي المجبري أدعو الدكتور فاتحي المجبري للتعقيب مكتوبا لأن التعقيب عادة يكون بتأييد وب مثلا يعني من يأيد أو أن يأتي بما يؤيد كلامه وليس يرفض يعني مش نستعمل كلمة أو يعارض أو يعارض خلبي نقول أو يعارض فأنا أتمنى أن في أكسيولوجيا العدد القادم يكون في تعقيب مكتوب من دكتور فاتحي المجبري هذا هو كل فقط ما تمني شكرا على حضورك وأرجو أن تكونوا قد استفدتم ترجمة نانسي قنقر